السلام عليكم خوتي اخوتيتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم اخبار بلادي في هذا الفيديو خوتي رح نمر لكم اهردت فعلا المغاربة حول نيتنياهو والخريطة اللي راه ديرها هنا وكيف انه يعني ما ضمنتش الخريطة اللي راه يهضر عليها نيتنياهو الصحراء الغربية حيث الآن المراركة كومبلي رهم غاضبين من نيتنياهو في الحقيقة هذه ليست المرة الاولى لديرها نيتنياهو مع المغاربة ديرها بزيف مرات وهناك مطالب كبيرة جدا الآن من المراركة بيقطع العلاقات مع اسرائيل ايضا القضية في الامر هو ان المراركة المخايفين تكون لاسرائيل اطماع في الصحراء الغربية ليس هذا حسب بل حتى الآن الكثير من في مواقع التوصل الاجتماعي ولو يحذروا الجزائريين وانا مشوفوا بلي هذه حركة الاقتراب اكثر من الجزائر لان الجزائر الآن يفتح النار على اسرائيل في مجلس الامن وهذه الحركة باشتخفى في الجزائر من حركاتها في مجلس الامن رحنا تحثكم على هذا الموضع خوتي وتعرفوا كامل التفاصيل ايضا خوتي المغرب هي اسوأ شيء حصل لفلسطين بعد اسرائيل وضعكم لكم عليه يعني بالدليل في الاخبار الجزائر تتقدم بعزم وثبات وقوة ثالث ولا رابع بنكة جزائري يتم فتحه خارج الجزائر لكن هذه المرة خوتي في الصين الصين فيها بزاف تعدرها خوتي هذا الأمر حرفيا رح يخلي الجزائر تحصل على استثمارات ضخمة ايضا هناك خطة شيطانية تحاك لجزائر من اجل وهذا على حساب يعني الوالي التعب الشار منح النسيج الاجتماع الجزائري يعني انا محبيني نحو الهوية الجزائرية من خلال بحث الكثير من المهاجرين الافريقين الى الجزائر باقي نشاركوا معكم الفيديو هذا خوتي وقلوا لي اذا بدلتكم امر حقا المخيف ولا تبقت بينكم بلي مخاوف ما هي الصحيحة كم اشتو خوتي هذه ابرز عنوين اخبار اليوم طبعا عدنا بعض المواضع الاخرى اللي نحنشاركوها معاكم من قبل من نبدأ في التفاصيل ارجوكم تدعمونا بالضغط على زل الاعجاب اشتركونا في القناة وفعلونا الجرس امور هذه كلها تدعمنا تصديم الحملات السينيول بداية اخوتي احنا كنكم كيفاه يعني المروك هي اسوأ شيء حصل لفلسطين بعد اسرائيل طبعا بعد احتلال اسرائيل لفلسطين المروك كانت اقوى داعم لاسرائيل قد تقولوا لي بسا كيفاه انا شفنا بزاف احتجاجات مغربية ضد التطبيع وايضا المروك ما هيش موافقة على كل ما يحدث الان في رفح وكل ما يكون هناك انتخاب سواء باعتراف في فلسطين ولا بوقف اطلاق النار صراحة حتى الحكومة المغربية تجيها موافقة على وقف اطلاق النار وموافقة على اقامة الدولة الفلسطينية طبعا كل هذا خوتي هو مجرد تظاهر حقيقة الامر ان المروك من اكثر الداعمين لاسرائيل فمثلا المروك الان كما عليكم هي رئيسة مجلس حقوق الانسان يعني شيء غريب جدا وكأنك اعطيت جائزة نوبل للسلام اعطيتها لهتلر لان المروك في حداته ره محتل للصحراء الغربية احتلال موش بنفس درجة فلسطين ولكنه احتلال رغم كل شيء يعني السلبلو ارضو وهذا الامر الارض ما يش ارضو رغم هذا حاصلت المغرب على ترقص لمجلس حقوق الانسان وخلال عهدتها في مجلس حقوق الانسان لن تقم ولا مرة بإدلاء اية تصريح حول الفضائع اللي راهي ديرها اسرائيل في فلسطين سواء في شمال غزة وسط غزة رفح ولكن ما خرجت من مجلس حقوق الانسان اللي راهي ترأسه المغرب يعني لا يوجد لك اي ردة فعل للشعب الفلسطيني وهذا عار عمره طريق ما رح يساه يعني كل الهيئة الحكومية تحركت جمعية العامل أمم المتحدة محكمة العدل الدولية كل الدول الآن تحركت لقطع العلاقات قطعه إلا المغرب وكل هذا الامر خاطئ لم يشفع للمغرب يعني مجلس من هذا الامر والو يخرجونهم نيتون ياهو البارح في فيديو يهضر مع قناة فرنسية منحينهم الصحراء الغربية من الخريطة بهذا الخصوص رح شارك معكم مرة دات الفعلة المغربية والجزائرية لأن هناك ردات فعل مغربية تقول راي خايفة زعم نيتون ياهو يسرق لهم أرضهم أما بخصص ردات الفعل لمتابعين للوضع في الجزائر مثلا نقرأه تصريح هذا ستك وش يقول قلت لك نيتون ياهو اليوم في حوار حصري مع قناة LCE الفرنسية يرفع خريطة فيها الصحراء الغربية مفصولة عن المغرب كما رحكم تشوفوها في الخريطة الواضحة وش يقول هل نيتون ياهو قام بتوجيه رسالة للجزائر مفادها أن إسرائيل مستعدة للتخلي عن المغرب وقضية الصحراء مقابل أنك يا جزائر ترخفي شوي اللعبة في مجلس الأمن طبعا إسرائيل تقدر تحلم فقط بهذا وعمره ما رح يحدث لكن هذا المخاوف ما كانتش فقط عند الجزائريين بل حتى شخصيات عربية كبيرة وبدت تحذر في الجزائر وطبعا يعني هذا التحذيرات يقدر يخلوها عندهم فالجزائر موقف تحثبت منذ عصور وحركة غابية مثل هذه عمرها ما رح تأثر فينا المهم هجوش قالهم هذا المشخص المطيري يعني هذا كويتي سياسي كويتي قالهم خلوا بالكم يا أهل الجزائر في هذا المجرم يعني نتنياهو والله ليس حبا في الجزائر ولا في شعبها العظيم إنما يريد زلع الفتنة بين الشعبين العربيين المسلمين للجزائر والمغربي الخبر المتناقل يقول أن النتنياهو يضع إصباعه على الصحراء الغربية كما تشوفه هنا هذا ثالب ماكر على أهل الجزائر والمغرب الحذر ما شمعته يضع إصباعه على الصحراء الغربية يعني عين إسرائيل الآن على الصحراء الغربية عليها خاتي قادر تسقسه لأنه إسرائيل اكتشفت آبار ومحيطات من البترول الآن في الصحراء الغربية لو استغلتها يعني تولي مرفها حتى على السعودية ما لا يتقول باللي أنا خلي البغلة عن مروق تديها ها ونديها هنا أخيرا نديت فلسطين نورمال والعرب رامك ما كشلتها ضدي وكان ندي الصحراء الغربية شكرا رح يغلط معي طبعا بالصح إذا ولت إسرائيل هنا خاتي يعني رحي قرب الحدود مع الجزائر فهنا يولي مشكل لأن الجزائر رح يكون أكبر تهديد لإسرائيل والجزائر ليست مثل مصر احنا مولفين مولفين واجهنا استعمارا غاشما لمدة 132 سنة والاستعمار الفرنسي خوتي يخلي الاستعمار الإسرائيلي في الغبار حكيتكم الجرائم اللي كان يديرها فرنسا يعني أك أسوأ بعشرة مرات مما نراه الآن يحدث في فلسطين الفرق الوحيد هو أنه الآن كان كاميرات بش توثق وبكري ما كتش كان يعني الإعلام والإنترنت بش الناس تعرف وش كتلت إسرائيل ولا وش كتلت فرنسا من الجزائريين لا يقارن مع وش كتلت إسرائيل من فلسطينيين فرنسا كنت تقول حرفيا أن الجزائر فرنسية وكتت تعتبرها ولاية أخرى من ولايتها وكنت معاولة تقضي قاعدة الجزائريين يعني متخلي حتى الجزائري حي باش تخلي غالي فرنسا يعيشوا في الجزائر ويعيشوا في فرنسا والجزائر تعلمت من الدروس هذيك ولت كل يوم تقول جيشتها أكثر الآن بيقولوا بالإسرائيل لا يحط تصبح على الصحراء الغربية يعني الكثير بدأ يشرح هذا الأمر على حسبه الآن كنا نحن نشوفوا المرأة أيضا عندهم رأي آخر شوفوا وش جاء وش قالت صحيفة هسبريس المغربية شوفوا وش قالت قال لك يواصل الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو استفزاز مشاعر المغاربة فقد أقدم على إظهار خريطة لشرق الأوسط بارزت فيها المملكة المغربية مبتورة من الصحراء في حوار له مع قناة فرنسية يعني ما وش عجبهم الحال صحيفة هسبريس شوفوا وش زادت قالت الصحيفة قالت تطرق نتنياهو خلال مقابلة له مع قناة LCE وتيفان فرنسية إلى التصعيد في الأراضي الفلسطينية كما قام بإشهار خريطة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يظهر فيها المغرب بدون صحرائه يشار إلى أنها لئست المرة الأولى التي يستفز فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاعر المغرب إذ سابق وأن برزت خريطة المغرب منقوصة من الصحراء خلال استقباله لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميروني وإذا لم ترون خاوتي على هذه الحادثة فهي لكم قدامكم خاوتي سنودي لكم الزوم ها بزرما بين المغرب والصحراء الغربية كان خط نهال يستقبل هذا نتنياهو جورجيا ميروني بهذا الخصوص يعني إسرائيل ردت على المغرب يعني للماركات بالقضية هذه يعني أثارت جدرا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي نتنياهو بنفسه رد على المغرب وشوفوش قالهم للأسف وقع خطأ في الخارطة التي عرضت في مقابلة رئيس الوزراء مع قناة تيافان والزاد قالهم قالهم الحكومة الإسرائيلية يعني هذه الصفحة رئيس وزراء دولة إسرائيل بن قصين قال لك رئيس الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو اعترفت بسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها وتم تصحيح جميع الخرائض الرسمية الموجودة في مكتب سيادته بما فيها الخريطة التي عرضت عن طريق الخطأ في المقابلة وفقا لذلك أيضا الأمر المثل للإهتمام وفي آخر المقال لنشراته صحيفة هزبريس شوفوا ايش قالت قال لك الواقع عثارت صحطا وتضمر روادي مع واقع التواصل الاجتماعي الذين انبروا إلى شجب هذه الممارسات الإسرائيلية مؤكدين أن المغرب في غنى عن اعتراف الكيان المحتل بمغربية الصحراء مش كون فيكم الكيان المحتل انت ولا إسرائيل المعنى حارفيني ما شايفش حدبت وشايف حدبتخوه دموشك وخوتي في الموضوع خبروناك في التعليقات دعونا نروح للخبر الآخر نحو الوبيين خلاش بتقدش تخل المواقع المغربية بالوبيين المهم الخبر الآخر يقول الجزائر تفتح بنوك في الصين في الحقيقة هذه ليست المرة الأولى اللي تفتح فيها الجزائر بنوك خارج الجزائر فبالفعل قامت بفتح بنوك في كل من موريطانيا والسينيقال والآن أكد وزير المالية العزيز فيد أن الجزائر رح تعمل حاليا بنك آخر في الصين باكم خوتي الفوائد اللي تجنيها البنوك بالنسبة للدولة يعني فوائد عظيمة جدا فمن خلال إطلاق الجزائر بنك في الصين يعني الكثير من الصينيين رح يقولوا يحطوا في الودائع التحهم في هذا البنوك الجزائرية سواء الصينيين ولا الجزائريين اللي عايشين في الصينة بالعملة الصينية ومنه الجزائر تقدر تحكم قاعدة وكدراهم تعالوا دائع وتقدر تستثمرهم ومنها يحوسوا يريكي بري وترهمهم يعني تعطينهم بالواحد هذا هو الأمر الجميل في البنوك ربما أيضا إذا قامت جزائر باستخدام تقنية البنوك الإسلامية فالصين خوتي فيها 100 إلى 120 مليون مسلم الله يبارك وكل هذا المسلمين خوتي بذبهم يحطوا في البنوك الإسلامية وإذا حطوا في البنوك الإسلامية الجزائرية فالصين ما فيهاش بزيف بنوك إسلامية يعني جزائر رح تكون تقريبا وحيدة في مجالها كنا ورناكم الموضوع زيائر عن هالي الكندا قررت تفتح البنوك إسلامية وكيف يعني كل المواطني في كندا حتى المشي مسلمين وعجبهم هذا السيستام تعلب البنوك الإسلامية وقع رح يحطوا درهمهم فيها لأنهم يخافوا يعني من الليزانتيري ويخافوا من الإتزامات التحهم والبنوك الإسلامية ما فيهاش غوف تم وشك مخوتي في هذا الأمر خبروناكم في تعليقات في الخبر الآخر يعني أخينا في الأخبار حبيتني شارك معاكم هذا الفيديو لوالي بشار اللي خلى كل جزائريين يتحطوا عليه صراحة كان اللي وافقوا الرأي وكان اللي خارفوا اسمعوا وش رح يقول ربما الكثير منكم رح يوافقوا الكلام حتى الآن مفروغ منه صحيح ش رح يقول الناس يتخلص في الدراهم هاك هب الجزائر هاك دير مشاكل الجزائر الرأمي يجيبوا فيه عائلات يدخلوا فيهم الجنوب الجزائر ويزوجوا في الجزائريات سمعتوا الآن الموضوع هذا خاوتي هذا هو اللي نمثيل للجدل قلوا باللي رأمي خلصوا الآن عائلات ويجيبوا زعمال أفارقة ويزوجوا فيهم بالجزائريات ها فارقة يزوجوا في الجزائريات بيخلقونا واحد الجيل شو نقول لكم هادي أمور سياسية تم تعرفوها وتعرفو الأبعاد متاح تعرفوها وتعرفو الأبعاد متاح حنا اللي بشي الآن خاوتي قادر الكثير يقول باللي بسحوش دخلوا هذه حياة شخصية على الجزائريين حبت تتزوج سينيقالي إفريقي هندي يعني نرمامو مكان ما دخلوا في هذا الأمر لأنه هذا المراهل الجزائرية ماش مهبولة ولا مختلة وهكا طبعوها بسيف ويزوجوها بهذا الشخص هي صحنا عادنا ذلك مثل في الجزائر تعم ماكلت الضارية كلها البراني الأمر يكون خطير ويطن هل تكون ماهيش برغبة النساء الجزائرية يتزوجوا ويفورسيهم باش يتزوجوا بهذا الأجانب احنا الصح وللأمر خطير أما الأمر الخطير الآخر اللي راني متوافق معه فيه وهو يعني خطط إدخال المهاجين الغاشر عين إلى الجزائر ويخلصوا الجهات الأخرى باش يتدخلهم للجزائر وهذا الأمر الصح خطير يعيش معنا ولا يعيش من عندنا مكانش مشكلة من بكرة جزائر خزينة أوروبا وخزينة العالم اللي بغي تشوي كاش ولاية ولا قلتنا دولة من الدورة يتعيش فينا وكل يأكلون عدم اللي يجيبنا حشان يجيبونها في السمو مكانش اللي يجيبنا في حاجة اللي يتنفع لبلادنا ولكن احنا حافظوا على بلادنا ركوا تشوفوا غير بعدنا غير شوي على البيترول بدنا نخربوا في المناجم الناس هبلت ونروحوا للغارج بلاد الناس هبلت هذه ثيراني موافق معاه فيها خاطئ قدرنا لقيم حقا قدرتوا الذكار استغنائي لا بساس اللي واني يغطوا عن شعب تساح لا بساس اللي واني يغطوا عن الروح ما حنا هذا ما يثبتناش العزيمة تمنى شكرا خوتي في هذا الكلام خبرونا لكم في تعليقات كم ركوا تشوفوا خوتي رانا وصلنا لنعيد الفيديو نشكركم خوتي على المشاهدة ارجوكم ما تنسوش اهم شي تكليكي ونعلى اللايك هذا رح سعادنا بزيف شكرا خوتي على المشاهدة والى اللقاء